السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا في نهاية الحلقة رح أحكي عن فلسطين وعن الأحداث اللي بتصير في فلسطين ورح أحللها فلكياً وليش صارت هيك؟ اللي بهمه هذا الموضوع يروح على آخر الحلقة أو لما نوصل لآخر الحلقة بيسمعوا اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثة طبعاً اليوم الثلاثة 11 نيسان اليوم في عنا زوايا قوية جداً وممتازة جداً فيها إيجابية كثير وبرضو اليوم عنا القمر موجود في برج القوس الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات العصر تقريباً بعدين بعد العصر بدو ينتقل من برج القوس لبرج الجدي طبعاً القمر الآن موجود في برج القوس اللي هو موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاثنين ورح يظل لساعات العصر زي ما حكينا في برج القوس بعدين بدو ينتقل للجدي هو الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 5.33 دقيقة من بعد عصر اليوم الثلاثاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص والحرية بما أن القمر موجود في برج القوس معناته من الآن ولغاية ساعات العصر نشعر بالابتهاج نجد الناس أكثر مرحا ننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم بدأ التأثير المباشر اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الزهرة وبين زحل هي تأثيراتها بدأت هذه الزاوية من يوم سبعة أربعة مستمرة لغاية واحد وعشرين أربعة ولكن التأثيرات المباشرة تبدأ من اليوم ذروتها هاي الزاوية طبعا يوم أربعة عشر أربعة ساعة أربعة وثمانية وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وحكينا أنه هاي الزاوية هي سبب مباشر بينقطاع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة بهذه الفترة هاي الزاوية بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للاكتئاب ونزاعات مع محيطنا بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة وصناعات الثقيلة والصناع الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذا القطاع وبتقلل من عطائهم بعض المؤسسات المالية أو البنكية بتعرف نوع من أنواع الاضطراب بهاي الفترة بالمداخيل بسبب سوء التدبير أو التبذير وبيعانوا برضو بالمجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وقلة الحفلات أو الصهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ما زالت تأثيراتها يعني شغالة اللي هي زاوية التزديس الإيجابية بين عطارد وبين المريخ وهي حكينا أنه تأثيراتها المباشرة لغاية يوم 11 أربعة ولكن هي رح تستمر كمان خمس أيام عن هذا التاريخ يعني لغاية يوم 16 أربعة ولكن إحنا بنتوقف عن ذكرها يوم 11 أربعة بسبب هاي الزاوية بسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبانا بتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلاد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن وبرضو ممكن تشهد هاي الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد وبتركز الصحافة على قطاع الصناعة أو تحسين أوضاع العمال أو قطاع الصحي في البلاد واهتمام أكثر بصير في الميادين الرياضية وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فأغلب الزوايا رح تكون إيجابية اليوم أول زاوية هي من الزوايا القوية طبعا تأثيراتها بدأت من الآن ورح تستمر لغاية ساعات الظهر تقريبا هي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين القمر وبين الشمس يعني القمر الآن أصبح محدب طبعا ذروة هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل بنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبرضو هاي زاوية بتساعدنا في التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بتدل على حسن حالة الشعب والرأي العام من الحكومة أو الملك أو الرئيس وبرضو بتوفر جو من السلام والاستقرار في بلد ما أو البلد تحديدا اليوم بتكون الأمور هادي شوي ازدياد منتوج بعض الصناعات خصوصا الغذائية منها والاهتمام أكثر بشؤون المرأة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابي رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة ثنتين وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش برضو تأثيراتها من الآن بتبدأ وبتستمر لغاية ساعات الظهر نهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية برضو بتيسر الأمور المادية والمكاسب المادية على المستوى الصحي برضو جيد جدا بتسوي نوع من أنواع الحضوة عند الجنس الآخر زي ما حكينا النجاح المادي بيكون واضح بتساعدنا في تعرف على أشخاص دون فوذ بتمنحنا تقدير رؤسائنا دولياً بدل على حالة من الاستقرار والأمن والتفاؤل في الرأي العام للمجتمع وزيادة في مداخل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم طبعاً في حلقة نزلت على القناة فعشان هيكي لازم الجميع يسمعها لأنها هاي بتتحدث عن انتقال الزهرة اللي رح ينتقل من برج الثور لبرج الجوزاء الساعة أربعة وسبعة واربعين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء ورح يظل الزهرة موجودة في برج الجوزاء لغاية عصر يوم الأحد اللي هو سبعة خمسة ساعة تنتين واربع وعشرين دقيقة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي من الزوايا البطيئة اللي احنا منذكرها من يوم ثمانية أربعة طبعاً هاي زاوية زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهي مستمرة بتأثيراتها اليوم ذروتها الساعة عشر واربع عشر دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج طبعاً هي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم احداش أربعة هاي زاوية بتخلق جوعاً من السعادة من الناحية العاطفية وتتأثر العلاقات الزوجية والعاطفية الناجحة إيجاباً بحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر بتجلب لنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية بتدل على وقوع أو على تورط أو تحولات إيجابية أو تطورات مش تورط تطورات خصوصاً في المجال الفني والموسيقي والإنتاج الفني اللي ممكن يحقق نجاح في هاي الفترة بتأتي بأساليب جديدة مخالف الأساليب المتداولة وبرضو بتظهر على الساحة الفنية وجوه جديدة أو بيتجدد أسلوب بعض الفنانين المعروفين وبغيروا إيقاعاتهم أو طريقة إلقاءهم وهذا الشيء بيحب بالجماهير أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تيجي في ساعات المساء في ساعات الصباح عفوا اللي هي ساعة عشرة وسبعة وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج طبعاً تأثيراتها رح تكون موجودة خلال أغلب اليوم هي تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتدل على استيها الرأي العام من جدل حول بعض الأمور الدينية أو العقيدية أو الاضطرابات في بعض الأسعار السوائل أو البنزين أو النفطية أو أي شيء لعلاقة بالسوائل وتراجع مردودية الأمور الصيد البحري والمبادلات البحرية محتمالية يكون في بعض التسممات الغذائية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوق المسار يعني خلوق المسار رح يبدأ الساعة 10 و 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام ساعة خمسة و 32 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الجدي هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار الساعة 35 و 32 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش بصير القمر خلاص انتقل واستقر في برج الجدي عشان هيك منعود لطبيعتنا الجدي منحاول إنجاز عمل متراكم نجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على بعض مننا علينا الإجتهاد أكثر اليوم عشان نقدر ننجز كل أعمالنا بوسعنا شروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو أمور إلها علاقة بالتأمين عقد تأمين مراجعة تأمين شغلات من هذا القبيل طبعا الزاوية الوحيدة اللي رح تصير بعد الانتقال هي زاوية بطيئة مش زوايا مع القمر هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين المشتري اليوم برضو ذروتها رح تكون الساعة 10 و 6 دقائق مساء بتوقيت جرينج طبعا هاي الزاوية مستمرة تأثيراتها لغاية يوم 17 أربعة هي رح تستمر كمان خمس أيام بعد هذا التاريخ ولكن هاي الذروة احنا بنحكي فهاي الزاوية بتدفع بحضوظنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح من ميل لحسن التصرف هذا الاتصال بجلبنا الحظ والنجاح وإمكاني أنه يكون فينا دور اجتماعي مهم ممكن نحقق من خلاله لنجاح باتجاه حياتنا المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة نافعة طيب إيش اللي أنا بدي أعقب عليه على مجموعة الزاوية هاي الموجودة يوم إيجابي في كثير من الأحداث على المستوى العاطفي أو مستوى الحظوظ المستوى التجاري المستوى المالي بتدعم جميع الأبراج فعشان هيك الكل رح يستفيد من هذا العمر ولكن الزاوية اللي هي اللي بتتشكل ما بين القمر وبين نبتن هي اللي رح تعمل نوع من أنواع الإرباك اللي هي بتقل الثقة بالنفس الوسواس الشك إنه أنا ما بقدر أعمل التراخي الكسل الأمور اللي زي هيك عشان هيك لازم تتجاوزوا هاي الزاوية ما تخليوها تسيطر عليكم بشكل كامل لأنه الزوايا الأخرى أقوى منها فعشان هيك اللي بدو يتكاسل اليوم بتروح عليه ما رح يستفيد من هاي الزوايا حاولوا نكون تجربوا مرة تنتين تلاثة بالأمر بتلاقوا الأمور بتمشي معكم إن شاء الله بشكل جيد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية العضلات القطنية أما من ساعات ما بعد العصر بصير عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن بما أن الجلد والشعر دخلوا في الموضوع معناته عمليات التجميل اللي إلها علاقة بالجلد خصوصا التقشير أو الأمور اللي إلها علاقة بالحقن تحت الجلد والأمور هاي ما بنصح فيها في ساعات المساء طيلة اليوم ما في أي مشكلة لهذا الموضوع أما بالنسبة للشعر برضو من ساعات المساء وما بعد إزالة الشعر الزائد ما بنصح فيها خصوصا اللي بتعرض الجلد للتهيج أو للالتهابات بالنسبة لعمليات الجراحة ما في أي مشكلة اليوم لأي موضوع جراحي إن كان جراحة تجميلية أو جراحة عادية اللي هي الطبية لا يصلح هذا اليوم لهو القص الشعر التجميلي يعني الصبغ المواد الكيموية ما بنصح فيها الحن ما في أي مشكلة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس تلتعش أربعة بابدأ خلو المسار الساعة ثنتين وثلتعشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام ساعة ثمانية وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمر 21 يوم في تمام ساعة تسعة ثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمر 22 يوم نسبة الإضاءة تصير 67% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد الآن بنسبة 85% في ساعات العصر بتصير سعيدة بنسبة 60% القمر في القاوس وبدو ينتقل لبرج الجدي زي ما حكينا في ساعات العصر ورح يضل في برج الجدي لغاية يوم 13 أربعة هو الآن سعيد بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 25% بيستمر بنسبة سعادة لغاية ساعات الظهر بعدين بنزل بنسبة السعادة لغاية 10% من ساعات العصر يعني لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة إلى 25% أما في ساعات المساء المتأخرة بتصير نسبة السعادة 10% عطارد في الثاور حتى يوم 21 أربعة هو الآن منتحس بنسبة 10% في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 15% ولكن الغالب عليه السعادة رغم أنه بكون منتحس إلا أنه رح يكون من طبعه في إيجابيات الزهرة في الثاور وبدو ينتقل لبرج الجوزاء ورح يظل في الجوزاء لغاية يوم 7 تمتح سعيد في الحوت حتى يوم 17 ١ سعيد بنسبة 50% ل two وربوا حتى يوم 29 ٩ سعيد بنسبة ١ وربوا جه count جه حتى يوم ١ ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبلوتوف الدلو حتى يوم ثلاثين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسيما وبتشعروا بقوة العاطفي وتجاوب أحبائكم معكم الأجواء قوية جدا على مستوى الدراسة والامتحانات والسفر والاتصالات والتجارة ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتبقعوها خلال هذا اليوم بيكون في نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية أيضا الأجواء ممتازة جدا فلازم استثمارها أما من ساعات ما بعد العصر هنا بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنكم ما ترتجلوا المواقف والتصريح كي لا تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم ابتضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر شوي يكون يعني صعب شوي ولكنه بيمشي بالنهاية حاول أنك تلتزم بمسؤولياتك وتعتبر يعتبر هذا اليوم يوم واعد جدا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من مستردات من بنك ضريبة تأمين مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة الأجواء جيدة جدا للمكاسب أو لتحصيل على أموال بتخسكم خلال هذا اليوم سارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي لحل المشكلات وبرضو هذا اليوم جيد على المستوى العائلي ومستوى الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعقارات أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وبرضو هذا اليوم بيحملكم نقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب إلها علاقة بالسفر بالهجرة بالتعامل مع الأجانب التسويق النشر الدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء تتحركوا على مختلف الأصعيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم القمر موجود مقابلكم بعزز الشراكات المصالحات التقرب من شركاء العمل العاطفة اللي بدأ بمشروع بفكرة بخطة بتطوير وفترة يعني صحيح أنه شوي بدك شوي تصبر فيها بدك مرونة إلا أنه اليوم تقدر تتجاوز كل الضغوطات أو كل الأشياء السلبية من ساعات ما بعد العصر القمر رح ينتقل للبيت الثامن فهنا الأمور رح تركز على الأمور الأموال المشتركة فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم أو التطور في محيطكم بيطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور أترى جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة وبرضو بيكون لكم اهتمام بمسائل العلاقة بالبيت أو العائلة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الآن بده يبدأ بمراحل المقابلة ولكن لأنه القمر سعيد والزوايا إيجابية رح تخفف عليك وطئة هذا اليوم فعشان هيك اليوم عندك قدرة على إنجاز أعمالك بالكامل عندك قدرة على التواصل الجيد ما بينك وبين زملائك أو ما بين اللي بيشتغلوا معك في مكان العمل بإمكانك اليوم تطور عملك أو تعزز أعمال لإلك وتحصل مكاسب من إتمام عمل وتحصل من خلاله بعض المكاسب أهم إشي أنك تنتبه لغذائك راحتك وتكون منظم وتحسن إدارة عملك بدك تحاضر بس من الجدال لأنه شوي ممكن هيك يكون عندك ردات فعل دك تضبط عصابك وفي نفس اللحظة حاول إنك تتمم كل أعمالك الضرورية خلال هذا اليوم أما من ساعة ما بعد العصر هنا القمر رح يصير مقابلك تماما فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ممكن مصالحة تقارب اتفاق مرافقة رفقة مثلا أجواء جيدة على المستوى العاطفي رح تكون حتى علاقاتكم ما بينك وبين شراكاتكم ممكن توطدوا العلاقة أو تنجزوا بعض الأعمال المشتركة ولكن تطلب منك الهدوء والصبر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتظل الأجواء جيدة لغاية ساعات العصر في أمور العاطفي رغباتكم تقرب من الأحبة تعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ حتى الحظ المالي عنكم اليوم بتميل للترفيه تغيير الجو التجميل الأمور هاي بتفرحوا كثير خلال هذا اليوم حتى بلقاءكم أو اتصالكم أو تحاوركم مع أبناكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار أو الارتباط الواجبات تجاه العائلة والأحبة برضو بتكون ممتازة جدا وبإمكانك أنك تصحح الأخطاء اليوم أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل فكرة جديدة عمل جديد بتحاول تطرح شيء بدك دعم معين أو ممكن يوكل لك بعض الأعمال المهمة بتحاول أنك تتممها حاول أنك أنت تنتبه بس من بعض التقلبات الصحية وبرضو ما تلتيب الأمور الثانوية وتترك الأعمال المهمة ممكن يكون في مسألة عائلية أو شخصية طارئة يعني هي اللي تظهر على الساحة بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم والاهتمام بالمسائل اللي إلها علاقة بالعائلة بالبيت بالعطارات شراء أثاث مثلا ديكور ترتيب مستلزمات مناسبة مثلا عائلية وبتجد تعاون أيضا من أفراد العائلة في فرحة معينة إلها علاقة بالبيت ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشكلة شخصية بتقدر أنك أنت تتجاوزها وتحلها أهم إش أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة إلا أجواء شوي فيها نوع من أنواع التوتر ولكن عندك قدرة على مواجهتها أما من ساعات العصر وما بعد فهنا الطاقة رح تكون قوية جدا وهاي الفترة بتزيد أو بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا بتنشطوا في أمور إليها علاقة بالسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان الأجواء جيدة على مستوى الحوار والنقاش والتنقلات وحتى اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو اللي بدهم يهتموا بمجال إلو علاقة بسيارات التجارة كلها أو حتى الإلكترونيات وبإمكانكم تتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران بتدعمك الحظوظ بشكل كبير وبتكون جريف التعبير عن رأيك بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وبتلفت النظر بسرعة بديهتك وقدرتك على الإقناع الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات ما بعد العصر هنا بصير الاهتمام إلى علاقها بالبيت والعائلة أهم مش أنك تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك أهم مش أنك ما تخالف القوانين احترم المعيد والالتزامات المهنية اهتم بعائلتك قد ما بتقدر الأجواء جيدة على الصعيدين برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا اليوم بيظل برضو فاتح لكم مجال المكاسب المالية المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو هدايا أو دعم أشياء من هذا القبيل آه لكن بتكونوا حذرين من النفقات آه امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم اليوم بتوظيف أموالك آه ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات الوقت جيد جدا لهذه الأمور أما من ساعة ما بعد العصر هنا آه ممكن تحققوا آه يعني كثير من النجاحات من خلال اتصالاتكم وتنقلاتكم وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المحيط الاجتماعي وبتقدر تسمع صوتك أو تناقش ولكن إذا كنت تناقش بهدوء ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لأي خطوة جديدة دعم مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحملكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم تتحلوا بالحكمة ووقاعية الأمور بتشتد عزيمتكم بترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وممكن تحققوا نجاح باهر أما من ساعات العصر فهنا بتركزوا على الأمور المالية بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب من أعمال أو أشياء كنتوا تشتغلوا عليها بالفترة الماضية أو تحققوا على نوع من أنواع الدعم المالي من جهة ما أهم شيء إنكم تغمروا بأمالكم هاي فترة بدها شوي تحذر بالأمور المالية ما تتسرعوا بالمصاريف وانت بهاي الفترة بتكون بحاجة لكل التعاطف والتضامن عشان هيك ما في داعي للإنفعالات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب ولكن الزوايا اللي رح يشكلها رح هي ملك نوع من أنواع الدعم يعني يوم أمس كان شوي في ضغط ولكن اليوم أقل برضو من يوم أمس بيدعمك على المستوى الصحي بيدعمك على مستوى أعمالك علاقاتك حتى اللي بيشتغلوا على مستوى الشركات الدولية أو اللي بيشتغلوا على مستوى مؤسسات كبيرة اللي بيشتغلوا في مجال الحسابات والأمور هاي كلها هاي الأجواء بتكون لصالحكم خلال هذا اليوم ولكن هي معنوياتكم الشك الغيرة التوترات ردات الفعل السلبية هي اللي شوي ممكن اتعطل عليك حاول قدر الإمكان انك ما تهتم وما ترضخ لا أي توترات أما من ساعات ما بعد العصر هنا القمر بيوصل لها عندكم تستعيد نشاطكم حيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بأي مشروع أو خطة جديدة بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق واليوم رح تسمع خبر سار برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق أو بعلاقاتكم الاجتماعية أو معارفكم مواسطة يساعدوكم في أمر ما يدعموكم بشيء معين اليوم الجو مناسب لهذه الأمور منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفلوا بنجاح أو تطور علاقة ما ممكن يتعززوا شعبيتكم وتحصدوا أرباح اليوم بشكل مباشر بتفرحوا لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبكم الشوي الأجواء مش ضاغطة صحيح أن القمر بيقترب من بيت المتاعب إلا أنه الضغوط مش رح تكون بالشكل المرعب من ساعة ما بعد العصر هنا هاي الفترة يعني لأنه القمر رح يوصل لبيت المتاعب وفي ساعة المساء زي ما حكينا رح تقل نسبة سعودته فعشان هيك بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم تجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة شوي مش مش مشجعة حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا هذا اليوم يعتبر يوم بيبعث أو بيحثكم للتقرب من المسؤولين بشكل قوي جدا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء إنه تخلوا علاقاتكم جيدة مع المسؤولين انتبهوا لأعمالكم لا تسلموها ناقصة ركزوا بأعمالكم بشكل جيد واتدعوا علاقاتك الاجتماعية أو مع أشخاص من طبقة راقي مثلا أو عالية أو أصحاب نفوذ إذا بحاجة لمساعد معينة بإمكانهم إنهم يساعدوك خلال هذا اليوم برضو بإمكانك إنك تعزز من سمعتك والدافع عن حقك ولكن بهدوء أما من ساعة ما بعد العصر والمساء هنا التركيز بيصير على العلاقات الاجتماعية أكثر فممكن تلتقوا الأصدقاء حولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا واحدين تعتبر فترة ناشطة وواعدة دراسيا مهنيا عائريا يعني بتكثر عندكم الاتصالات والموعيد من بعد ساعات العصر طيب هيك إحنا منكون خلصنا الآن بدي أجاوب على التساؤل شو سبب الأحداث اللي بتصير بفلسطين رغم إنه ما في أي زوايا عنيفة الدل على هذا الموضوع طبعا أنا بسجل الحلقة اللي هو في مساء اليوم السبت عشان هيك الخارطة الفلكية اللي رح أشرح عليها هي اللي لها علاقة بالزوايا القائمة وأعتقد إنها هي رح تضلها ليوم الثلاثاء اللي هو موعد بث الحلقة المساء الاثنين والثلاثاء بتكون هاي الزوايا هي القائمة وما زالت قائمة إلا إنه تحرك القمر هو اللي رح يختلف اللي رح يدخل على برج القوس طيب خلينا نشرح إحنا أول إشي عشان نعرف نحكي عن الاحتلال أو دولة الاحتلال لازم نعرف أول إشي شو برجها فأول إشي برجها الثور أوكي فبما إنه برجها الثور معناته إشي اللي بيدعمها ما فيه عطارد زي ما حكينا أول إشي الزوايا اللي كان مشكلها عنا أول إشي عنا الشمس والمشتري في بيت المتاعب يعني الشمس لحالها في بيت المتاعب لحالها هي بتضعف برج الثور أوكي فهنا إحنا قلنا إنه دائما الشمس أو أي كوكب بيكون في بيت المتاعب هو بضعف هذا البرج بيقول له التزم بالهدوء ما تعمل مشاكل ما إلى ما لنهائي من هذا الكلام هذه نقطة النقطة الثانية اللي ساهمت على التحدي والاستفزاز وانفجار الوضع اللي هي المريخ اللي دخل على برج السرطان فانتقاله كان هو من البيت الثاني اللي له علاقة بالمال واللي هي المشاكل اللي كان إلها علاقة السوق الاقتصادي لدولة الاحتلال ودخل المريخ على البيت الثالث اللي له علاقة بالتسرع والقرارات والكلام والانفعال والعنف وإلى ما لنهاية لأنه هذا قلنا أنه دائما البيت الثالث بعطي إيجابية بالاتصالات والمواصلات ولكن المريخ لما بدخل بعكس الأمور بشكل سلبي الآن دخلتوا على البيت الثالث هاي خلتهم يتمادوا على أنهم هم أصحاب الحق وأنه هو اللي عندهم هاي الأمور اللي بتعزز من وجهة نظرهم فدخلة العصبية إيجت بالوقت الغلط أنه المريخ استدرجهم على هاي النقطة فوقعوا بورطة أعمالهم لحالهم يعني هذا الأمر اللي ما كانش بالحسبان بالنسبة لهم أيضا اللي ساهم بأنه كان الخطأ الفادح اللي هم أخطأوا أنه أول إشي بالنسبة لبرج الثور القمر في مراحل المقابلة يعني هو كان موجود في بيت الصحة أول إشي يعني كان موجود في الميزان بالعقرب فهنا هدولا البيتين تحديدا بالنسبة له اللي هو بيت السادس اللي هو بيت العمل والصحة فهو ضربه بمقتل لأنه يعني سبحان الله كل ما يجوا بدهم يلمعوا حالهم كل ما يجوا بدهم يحببوا الناس فيهم وأنهم دعاة سلام ودعاة مش عارف إيش والناس تسفقلهم وناس تأيدهم إلا يغلطوا ويرجعوا لورا وينكرهوا ويتهاجموا فهو كان في بيت الصحة فهاي في بيت الصحة يعني بمعنى آخر بيت العمل إنجز الأعمال اللي تقدر عليها ما تبدأ بعمل جديد هيك دائما بنحكي فهو بدأ بشيء كارثي على أساس أنه ممكن أنه ينجح فيه والطاقة بتكون ضعيفة عندهم فهونا صارت الأمور ضدهم القمر انتقل وصار في برج العقرب مقابل تماما هنا شو سوى؟ هنا قسر شركائهم مشاكلهم مع الشركاء وقلنا أنه في زوايا كانت متشكلة لها علاقة بانقطاع العلاقات العاطفية الضعيفة دول كثير من اللي كانت تتعاطف مع دولة الاحتلال أو كانت شوي محايدة بالموضوع علاقاتها مش واضحة تماما بسبب تعنتها وبسبب تصرفها يلغوا عليهم صاروا يواجهوهم بشكل مباشر جدا وينتقدوهم ووجهوا لهم الإساءة خسروا شركاء في هاي المرحلة وصلوا لمرحلة اللي هي الضعف الكامل لأنهم بيأضعف طاقاتهم مقابلهم وقلنا بيعمل على موضوع شراكة شراكة العاطفية والشراكة المالية أنا بشرحلكوا بهدوء وبلغة اللي هي البسيطة جدا ما بحكي بمصطلحات عشان الجميع يفهم شو كيف بتصير عملية التحليل فهذا بيت الشراكة المالي والعاطفي هنا العاطفية اللي بيتعاطفهم معهم بطلوا وعلى مستوى العمل هاج الشارع الداخلي لأنه صار فيه اضطراب داخلي موجود عندهم بسبب هاي الأحداث لأنهم ما بدهم هذا الأمر ينفجر وتخرج الأمور من طور السيطرة زي ما بيحكوها وبرضو دائما منحكي لما القمر يكون مقابل البرج ما تعصب ما تعمل المشاكل التزم الهدوء انتبه لصحتك فهدولة الثلاثة هم منتبهوا فيها كدولة معناته هم أصدروا قرارهم بوقت غير مناسب أدى لزعزعة كثير من الأمور عندهم وهذا سبب ولكن السبب هذا غير مستمر يعني هي فوضى اختلقوها ولكن أكيد ندموا عليها ورح يلعم عليها وهذا الإشي رح يسقط كثير من الأوراق خلال الفترة القادمة رح تشوف إن شاء الله تعالى عزانا لكل شهدائنا في فلسطين وقالله يكون معهم وينصرهم أشرف شعب رغم أن في الجميع اللي برضى واللي ما برضى بتحبهم تكرههم إلك موقف منهم مسبق أنت حر ولكن في هيك مواقف لا إحنا معهم وداعمينهم ومؤيدينهم بكل طاقاتنا صحيح إحنا مقصرين وظروف ربنا بيعلم فيها شو الأمور اللي إحنا من ضاغط علينا في كل العالم حتى من اللي إلهم حكم علينا ولكن دعواتنا هذا أكثر شيء منقدر ندمو سامحونا على قصورنا سامحونا على ضعفنا منقدر نحكي هذا الشيء حيث من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة